اشترك في قناة قصة حياة وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد اولا باول من جميلات الزمن الذهبي حققت الشهرة والنجومية خلال اربع سنوات من العطاء الفني الا ان الموت جاء سريعا ليخطفها من احبابها وعالمها الخاص انتم تشاهدون قناة قصة حياة على يوتيوب وهذه هي قصة حياة واسرار الفنانة كاميليا اسمها الحقيقي ليليان فيكتور ليفي كوهين لقبت بكاميليا كاسم فني رافقها خلال مشوارها الفني القصير ولدت في حي فقير في الاسكندرية في الثالث عشر من شهر كانون الاول ديسمبر من عام 1919 تعددت الروايات حول منشأ كاميليا الاصلي فهي لا تنتمي الى جذور عربية البعض يقول انها تنتمي الى احد الدول الاوروبية بينما يقول اخرون انها من اصول يهودية والدتها تدعى اولغا لويس ابنور وهي مسيحية كاثوليكية مصرية ويقال بانها قد انجبت كاميليا بعد ان حملت من دون زواج من مهندس فرنسي كان يعمل في قناة السويس وفي رواية اخرى يقال ان والد كاميليا هو صائغ ذهب يهودي يوناني وانه تركها هي وامها وسافر الى بلاد اخرى في الحقيقة لم يعرف اصل ونسب الفنانة كاميليا بدقة لكن المؤكد انها عاشت مع والدتها المسيحية في حي الازاريطة في مدينة الاسكندرية وعانت الاثنتان من الفقر والحاجة فقد كانتا تعتمدان على دخل الفندق الصغير الذي ورثته الوالدة لم يكن جمال كاميليا الاخاذ بالامر السهل اخفاؤه عن الناس وبسبب حاجتها الى المال بدأت العمل في الرقص كي تكسب قوتها اليومي لم تكن كاميليا شابة فائقة الجمال وحسب بل كانت صاحبة احلام كبيرة فقد رغبت بتحقيق المال والشهرة في نفس الوقت وبدأ حلمها يتحقق حين تعرفت على المخرج احمد سالم وهي في السابعة عشر من عمرها حيث فتنا احمد بجمالها واطلق عليها لقب كاميليا وتعهد بان يوصلها الى بر الشهرة بامان بدى لكاميليا ان احمد سالم متمسك بوعده لها حيث بدأ بتعليمها فن الاتيكات والتصرفات اللبقة كما استعانى بذوي الخبرة لتعليمها الرقص والتمثيل باحتراف الا انه اخلف بوعده لها بعد ستة اشهر من التدريب والاعداد فقد دفع له المخرج يوسف وهبي ثلاثة الاف جنيه كشرط جزائي كي يتنازل له عنها وبالفعل تبناها يوسف وهبي وكانت بدايتها من خلال فيلم القناع الاحمر بعد ذلك انطلقت كاميليا في عالم التمثيل لتشارك في عدة اعمال سينمائية كان منها فيلم الكل يغني وفيلم خيال امرأة فيلم الروح والجسد وفيلم فتنة وقد شاركت بعدها في ادوار عديدة تنوعت بين البطولة والادوار الثانوية حيث قدمت فيلم شارع البهلوان وفيلم نص الليل وفيلم امرأة من نار لكن الفيلم الذي شكل علامة فارقة في تاريخها الفني كان يحمل اسم قمر 14 حيث كان السبب في شهرتها وارتفاع اجرها كممثلة نجحت كاميليا في تسلق سلالم الشهرة في وقت قصير ولم تقتصر مشاركاتها على الافلام المحلية وحسب بل رشحها المخرج ديفيد ماكدونالد كي تشارك في الفيلم العالمي طريق القاهرة لتكون بذلك من اولى نجمات مصر اللواتي وصلنا الى العالمية بعد ذلك كان لكاميليا دور في فيلمي بابا عريس والمليونير وكانت اخر مشاركة لها في فيلم العائل زينة الذي شكل ختاما لمشوارها الفني والذي لم يتخطى الاربع سنوات في احدى الملاهي الليلية تعرفت كاميليا على الملك فاروق الذي وقع متيما في عشقها وبدأت محاولاته في جعلها تحبه كما كان يرغب في تملكها وكسب قلبها الى الابد اصبحت كاميليا مقربة جدا من الملك فاروق حتى انه اخبرها برغبته في الانفصال عن زوجته الملكة فريدة قبل ان يعلن خبر ارتباطه بها رسميا وبسبب قربها منه اتهمت كاميليا بانها تعمل كجاسوسة لصالح الموساد الاسرائيلي لم تتبين حقيقة هذا الامر حتى اليوم ولا يزال امر جاسوسيتها غير مؤكد لقد غرق الملك فاروق في حب كاميليا وازدادا تعلقه بها بعد ان حملت منه فقد كان يتوقع ان تنجب له ولي العهد الذي سيرث جاه واموال والده الا ان وقوع كاميليا عن ظهر الحصان كان سببا في اجهاض حملها في شهره السادس في تلك الفترة تعرفت كاميليا على رشد اباضا والذي لم يكن مشهورا حينها لانه كان في بداية مشواره الفني ونشأت قصة حب مجنون بين هذا الثنائي على الرغم من ان الملك فاروق كان لا يزال يحبها كانت كاميليا فتاة شجاعة وقوية كما كانت ذات ارادة مستقلة ولم تكن تكترث لتهديدات واوامر الملك فاروق لذلك احبت اباضا لمدة سنتين تقريبا واتفقا هذا الثنائي على الزواج في تشرين الاول اكتوبر من عام الف وتسعمائة وخمسي الا ان الموت خطفها من حبيبها قبل شهرين فقط من تاريخ الزواج توفيت كاميليا في حادث غريب من نوعه في ذلك الوقت ففي احدى الايام كانت تريد السفر الى روما وذلك كي تتلقى علاجا ما بعد ان كانت تعاني من اثار التدخين والخمر لكنها لم تجد مقعدا فارغا في الطائرة فاشعرت بالخيبة ووقفت تنتظر الحل في ذلك الوقت كان الكاتب انيس منصور متجها لالغاء رحلته في نفس الطائرة لان والدته لم تكن مرتاحة لامر سفره ومن سوء حظ كاميليا انه اعطاها تذكرته لتحل مكانه في الطائرة في ذلك اليوم المشؤوم سقطت الطائرة على رمال الصحراء بالقرب من مدينة البحيرة بعد ان غادرت المطار باثنين وعشرين دقيقة فقط وكان هذا الحادث الاول من نوعه في تاريخ الطيران المصري المدني وقد عثر بعدها على جثة الفنانة كاميليا على رمال الصحراء وهي محترقة بالكامل عن عمر الناهزة الحادي والثلاثين سنة رحلت الفنانة كاميليا في الواحد والثلاثين من شهر اب اغسطس من عام الف وتسعمائة وخمسين ولا تزال اسباب وتفاصيل الحادث مجهولة حتى يومنا هذا فالبعض يقول بان المخابرات الاسرائيلية قد امرت بقتلها والبعض يشك في رغبة الملك فاروق بالتخلص منها لقد اثر موت كاميليا في رشد اباظا كثيرا فقد رحل حب حياته وترك في قلبه جراحا لا يشفيها الزمن اربع سنوات من الفن كانت كفيلة في تألق اسم كاميليا في تاريخ السينما المصرية ولا تزال صورتها الجميلة راسخة في قلوب الناس وعقولهم على الرغم من مضي اكثر من سبعين عاما على رحيلها اشترك في القناة اشترك في القناة اشترك في القناة